للا هدنوبا ما غاديش نقول لكم را كينين تسجيلات خطيرة لا را كينين تسجيلات خطيرة نيت للا خطيرة نيت إخواني أخوتي تسجيلات توريط الزوجة واحد شخص عنده قناة كيقول بللي عنده 12 مكالمة هاتفية بين الزوجة وبين واحد شخص اللي هو مسؤول كبير كينين عدة مكالمات مكالمات بينها وبين أمها وولدها وبناتها من غير ابتسام إخواني أخوتي مكالمات خطيرة جدا هاد سيد هاد خرج ليهم من الجنب خرج ليهم من الجنب الضرفة انه هاكر تليفون ديل الزوجة وجبد منه هاد المكالمات وهاد تسجيلات إخواني أخوتي وتعصل بالحاجة تعصل بالزوجة وجوباته بنتها صغيرة اللي هي أخت بتسام جوباته ومنين قال لها دوزي لي أمك قاتلي أنا اللي غان دوي معاك أمي مريضة قال له هاد الأمر كيخص الأم ديالك لأنني أنا هاكيت لها التليفون ديالها ولقيتها موتا واردة قاتلي هي دا بك تدلي الشانتاج دا با عند بالها تصل بها غير بينها وبينه ولكن هو تصل بها وديال لايف لايف والناس كام لك تتفرج واللايف بقى مسجل إخواني أخوتي ولي غان حط ليكم مقطع من هاد اللايف ولي في تسجيل ديال الزوجة وهي كتقول ماشي شغلي فيه ماشي شغلي فيه إخواني أخوتي وأيضا المكالمة اللي ضارت بين هاد الشخص ومبين بنت الزوجة بنت الكولونيل بتابعة الحال ولي هي خط بتسام الصغيرة ضار بيناتهم حديث مكالمة هاتفية ولي غادي نستمعوا لجميع وراجع معكم بتسمعي الرأس كواحد مرة أسمعي أش كتقولي اسمعي ماشي شغلي فيه أشكونا هذا اللي مش يشغلك فيها أمات الكورونيل المترجم للقناة متحدثة تبعا تسميته شونتاج ماذا؟ لم أتطلبت لك الفلوس؟ لا كنت تقولي أهزيت لك واحد يظابين من تليفون لك تابعا أنا أخصت تعطي معي الأمتي ليست معا أمتي ليست معا هيا وصف أنت صغيرة أشجل أن أخصي معا تخصي أخصي أنت معا هي اللي عندها تصور روتها هي اللي عندها تصور ريتها اوكي صافي غالي نحطهم نحطهم في المحكامة اوكي اه انا انت نوردين باك تدافع علي بغايت تحطي هذا الشيء في المحكامة وعليش ضروري يكون ابديالي اوه احيط سبحان الله العادم جاكم واحد اوه 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 لا يسخرين لا واخا ازين تبقى فيك الحال زي ماذا بنتي لاب ديارك للقلبي على الحقيقة دياري ولا لا خلصة اني خلصة اني خلصة مهدر معك. تحمي يا زيدي. ده بنت قلتي اني انك في موك الامات على الوليدة لان انا متورقة ان شغلت انت. اه. اه. وبلاز ده بنت معيضك تشاور معنا باش نقولو لكوش تحتضموه. قلنا لا. ده بنتي كاتجابي في بلاستها ما عافتياش انتي واش هو نفس السؤال لغة الطرحية ولا شي سؤال مغير? ولكن انت قلت لي انت شدك الحال وش باك? يعني. ها? واحد نجاح تقول لي يا قد قل لي يا وش يدعو. ولكن انت بحال ما بغيتينيش تسمى بحال ما ما عشبكش الحال. ايه وانت باك بينها فيك تن تيرا قبع على باك. الرصد قتالة. ها نقول ليك. ها اخر مرات عود تعيط فضل النمراء هذي. ويمسي الهاكر. ها نقول ليك. ها اخر مرات عود تعيط فضل النمراء هذي. احنا يا ما كان حتى الشعض نعيط. انا ديت لي ديتم التليفون. وغادي بديت بيه السلوطات وغادي نزيدني بالدوم. انتهي ماشي المص شاول ديالي باش نسنقو ما غانسم عشبها دافتك. انا مزاك عنقول عالك. انخينك سير كبو. انتوي لي بس طيانك. ويلا عندك شي هاجة انا لانقول هاي. حبطها. انا وعا. بعدها خلصاتك مزيان. او خبي باش نشري اليك كمشي نخبب باش شريت لان نتصلي انا عندي باش نشريك انا انا عندي باش نشريك نشريك انتي وتاصلك انا عندي باش نشريك انتي وتسللي الايد الكبير انا صاحنا كشروي الحوال الايد كبير للناس وضيف Hearing tction może معا تكم ما تسمعوا فيها الاخوان قال إخوان أولله إلا عندي المحادثات دي العائلة كاملة بي الله تقو بالله إلا عندي بينها وبين أمها وعندي شي حويج اللي رأي عندي ما تخيلوش العجب يا والله تتعتاقل شوفوا والله الأم تتعتاقل أقسم بالله العالي العظيم ذك الدلائل اللي عندي وصفت إياك أنا غديمشي ويديروا لهم التنزيل على المفويد قضائي أولله تتعتاقل الأم غي غديد ديرهم التنزيل المفويد قضائي أولاد تتعتاقل ابتسام مدام أنها تتهمات الأم دي العالي يعني البنت عارفة ومتيقنع لأن أمها عندها دخل في قضية إخواني أخواتي هاد الشخص اللي هاكي التليفون دي العالي الزوجة كيقول باللي عنده 12 مكالمة هاتفية بين الزوجة دي العالي ومسؤول كبير هاد المكالمات إخواني أخواتي الزوجة كتعترف فيهم على رأسها أه وقال لكيينين أدي الله خطيرة اللي قي ورطوها وهاد الكلمة اللي كتقول فيها الحاجة ديال ماشي شغلي فيه ولي تيقول هو رأى عارفة علاش كتقول ماشي شغلي فيه يعني مقطع الزمن مكالمة اللي دارت بينه وبين شي واحد اللي هو كبير والخطير في الأمر هو أنه قال هاد سيد للسيارة اللي دار بها الكولونيل الحادي تلمو في براكا أنها ديالة هاد المسؤول الكبير ولي هاد السيارة في الاسم ديال مرت هاد السيد هادا الطموبيل اللي دار بها الكسيدة الكولونيل من نوع البيجو تخوا سان آن واللي الملكية ديالها تابع لي وكالة كراء السيارات واللي هي في الاسم ديال زوجة هاد المسؤول إخواني أخوتي الطموبيل سبق لها ودارت حادي تتسير واللي هاد السيد كيتوفر على صور بجودة عالية وارسل هاد الصور وارسل هاد المكالمات كلهم البتيسان في الجيميل ديالها ومستعد على أنه يحط كل شي اللي عنده لأنه هاكالي هاد تليفون ديالها مباشرة كلاما غنسنج أنا تتصيف طيلي يا ولادي أنا دخلت لك تليفون كمان سنكش تجاوبيني ولا تقولي لي أنا راجي نقول لك غا جاوبيني لاحول هو لقوتي لبي الله يا عظيم أنا روح عزيزة عند الله الإخوة الكرام روح عزيزة عند الله ما بينك وبين الله يا نور الدين الله يرحمك ويوارك برحمة الله إخواني أخوتي بتي سمرت صدمات صدمت حياتها ننتعرفت على الصوت ديال الأم ديالها اللي كان في المكالمات ديالها من عند واحد شخص اللي ما عندهاش بيع علاقه ما كتعرفوش كتقولي غير نينجاوك هاد المكالمات منينجاك هاد الشي منينجاك هاد شي كيقول لأ أنا جبت لك هاد شي سيري ديري خدمتك فرغي هاد شي عن طريق مفوض قضائي وديه اللي محكامه وخودي حق باك حق نور الدين منين هاد الشخص هاد تكلم مع بنته الكولونيل الصغيرة ليه جوباته وقات ليه السير لو وصلت العنقك عضه ولو وصلت الودنيك عضها قات ليه ما لوباك ما لول كولونيل باك اللي انت كتقلب ليه على حقه هاد السيدة دي بنت ليه مكتدفعش على أباها وما عنداش حق على أباها وشو كي كتتكلم على أباها خاصكم تحمدوا الله لأنه الناس ضربهم خاطرهم وحارقهم قلبهم اللي تقلبوا على حق واحد السيد كان مسؤول كبير في البلاد كان عنده وزن تقيل توفى بواحد طريقة مشبوها وفاة مشبوها حادثة تسير ليه مفبركة سيد ما انت مقتول الناس كيقلبوا على حقه خاصكم تفرحوا وتشجعوا هاد الناس قات قولي ليه لوصلت الودنيك عضها وخلصتك مزيان على أختك على أختك غتخلص الناس مزيان باش تاخد حقبها لا لا وشهد شي لوجيكا الإخوة الكرام احنا رمع الحق احنا بغينا غير الحقيبان وشهد شي لوجيك أن أنا أختي غتخلص الناس خرين باش يجيبوا حقبها وأنا وأختي نجيبوا حقبها لحول ولا قوتي اللبي الله العلي العظيم انت سامرة عندها دلائل وعندها تسجيلات لك ورط الأم ديلا واتي كتقوله هي بالسانة وكتقوله حتى المحامية المحامية اللي يرضوها تيمس كيرا مستية وحمقة لا حول ولا قوتي اللبي الله العظيم احنا راجعين معكم على هذه النقطة هذه بالذات تسجيلات لك ورط الأم ديلا تسام طابعة الحال كينين عندها وليك تقولهم المحامية وتتقولهم تبتيسام في المناظر الإعلامية ولكن مش قيمته التسجيل اللي خربق بتسام وخلها تدخل في صدبة كبيرة وربما هذه المكالمات غير يكونوا الضربة القاضية للزوجة ويقدروا هذه المكالمات هما اللي قلبوا القاضية رأسا على عقب رابتي سامة دامت أنها تهمت أمه الأم ديلا فيعني البنت عارفة ومتيقنا أن أمها عند دخل في القاضية إخواني أخواتي كيبان المساندين الطرف الآخر باللي المحاميزين بالخيار غير كتخربق وغير كترون وحمق ولكن هاديرا محامية وستادة اللي فنت عمرها في هادلي مهنة خمسة واربعين سنة جال المحامات فما كان ضرنش باللي قوضات المحاكم المغربية غادي يستقبلوا محامية حمقى ولا كترون ولا كتضخم الأمور ولا كتكدب الأستاذة زين بالخيار لابوءات المحاكم الجنائية ومن حقها تموه بطريقتها وهي عارفة أش قدير وما محتاجاش لشي حد ينضي قريها ويعلمها أشنو كتقول أما سؤال البعض واللي كيقولوا علاش لحد الساعة لم يتم الاعتقال فهدا ماشي الشأن دينا هدا شأن قاضي التحقيق ماشي الشغل دينا إحنا غير كان نقشو الخارجات الإعلامية دينا المحامية زين بالخيار والحقوق الأستاذ عبدالصامدة والسايح وكان نقشو الخارجات والتصريح دينا ابتسام بنت الكولونيل ولا دخل لنا في موعد الاعتقال قاضي التحقيق أدرى بموعد الاعتقالات ما غنوريوهش خدمتو الملف بقي في سيرية البحث وهد الشي اللي كتخرج فيه ابتسامون محامية زين بالخيار اللي إحنا كيجينا خطير رأى ما اسمعنا إلا القليل وما خافية كان أعظم ما غاديش نجيو نقول للقضاء علاش ما اعتقلتوش الحجة موعد الاعتقال قاضي تحقيق المسؤولة لي فإحنا كان نقشو هنا الخارجات والتصريح والتسجيلات إخواني أخوتي وكان نقشو الموضوع والوفاة ديال المرحوم نردين الكولونيل نردين العطار الله يرحمه وله برحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة